وحول هذا الموضوع معي من البنتاجون مرسلنا هناك زميل جوتابت ما هو رد فعل البنتاجون حول الإعلان الإيراني عن هذه التجارب الصرخية الجديدة؟ مروا أولا هذه ليست أول مرة يسمع فيها قادة البنتاجون مثل هذه التصريحات أو يرون فيها مثل هذه التجارب هذه سياسة تعتمدها طهران منذ سنوات طويلة لكن دعيني أشير إلى ما قاله قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جو فوتيل الأسبوع الماضي للصحفيين هنا في البنتاجون فوتيل قال يمكن أن يكون لطهران قدرات عسكرية لكن للولايات المتحدة وحلفائها في مجلس التعاون الخليجي قدرات عسكرية متطورة ولذلك نصح طهران كما فعل ذلك مستشار الأمن القومي جون بولتن نصح طهران بأن لا تتجرأ على ممارسة أي استفزازات بمياه بحر الخليج أو في محيط مضيق هرمز المعلومات هنا في البنتاجون تصف التصرفات الإيرانية بداخل سوريا داخل العراق داخل لبنان وداخل اليمن بأنها أشبه بنشاط العصابات المسلحة الجنرال فوتيل أكد بأن قاسم سليماني وهو قائد فيلق القدس يتصرف بشكل قائد عصابات تخريبية يقوم بعمليات هنا أو هناك بهدف زعزعة استقرار المنطقة وضرب المصالح مصالح الاستقرار ومصالح أمن الناس والسكان لذلك فأن البنتاجون يؤكد بأن لدى سلاح البحرية الأمريكي وسلاح الجو الأمريكي ودعيني أشير إلى أن هناك قاعدة بحرية أمريكية في المنامة في البحرين وهي قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي وأيضا هناك قيادة استراتيجية للسلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد داخل قطر إذن للولايات المتحدة قدرات وأسلحة استراتيجية على مواجهة طهران ومواجهة تهديدات طهران ودعيني أستخدم تعبير سمعته من أحد قادة البنتاجون في الأسبوع الماضية بأن الولايات المتحدة القدرة ليس فقط على مواجهة أي تهديد إيراني إنما للولايات المتحدة قدرة صحق القوات المسلحة الإيرانية في أي مكان وجدت لذلك فأن البنتاجون دائما يتعاطى مع هذا الأمر بشكل ديبلوماسي يدعو طهران للتهديئة يدعوها إلى الاتعاد عن الاستفزازات لكن الجميع يدرك في واشنطن بأن لدى البنتاجون لدى الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة من دول الخليج القدرة على صحق كل تهديد يمكن أن تثيره طهران أشكرك الجوتي بتمرسلنا من البنتاجون